موسيقى 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 مساء الخير مشاهدين الكرام مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم قصة الناس اللي كتشاهدوه على قناة ميديا ان تيفي كنرحب اليوم بالحضور اللي معي داخل البلاتو كنرحب أيضا بالدكتور عبدالغني منديب عالم الاجتماع والكوتش اللي غادي رفقني وحنا كنسمع اليوم من هاد القصص في قصة الناس كنرحب أيضا اليوم مسيدات اللي جوا خصيصا باش يشاركونا القصة ديرهم وهما اللي جدات وكيربيوا أحفيدهم أنا اللي كان ربي أحفيدي موضوعنا اليوم في قصة الناس موسيقى 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 كنرحب احفيدك نمشي عند السي الأستاذ ننسولك على هذا في المجتمع دينا أكيد وقعت بزر ديالتحولت قديم كانت الأسرة الممتدة كان كل شي كيربيل جدات ربيل قوم تربيل عن مال خالة الآن نحن في واحد مجتمع اللي ولا فرضاني أكتر لذي الأسرة النووية والي كان رغم ذلك سلقوا باللي باقي الجده كنت تقوم بدك الدور ديالتربية لحفيدها وش نقدرون ندروع على ظاهرة مجتمعية دباء دي الأمهات اللي خرجوا لسوق العمل وعطاوا التربية ومسؤولية دي اللي أولاد للموتهم وش نقدرون نعتبرها ظاهرة بالفعل هي ظاهرة لأنها كتوسع وأنها كتكرر وهي رجعة بالأساس لخروج المرأة إلى العمل في الوقت اللي خرجت المرأة إلى العمل تولد واحد الفراغ يعني كيتعلق بالمهام المنزلية وبما فيها تربية الأطفال إذن هنا هذا الفراغ دا إما كيتملأ بشخص اللي ومهني حرفي لذلك الشخص اللي كيعتني بالأطفال فلقاش يعني إما واحد من العائلة وغالبا ما كتكون الأم إما أم الزوجة أو أم الزوج اللي عندها علاقة قرابية مع الإم جدة نعم جدة هذا من جهة أخرى أيضا الأسرة النووية كما تفضلت بالقول من الشمع المغربي انتقل من أسرة الممتدة العائلة الممتدة اللي كان يعيش فيها الأب والأبناء المتزوجين وأطفالهم كان ضمن هذه مسألة لك ساعة كل شيء كانت يا ربي ما كانت مشكلة تماما يعني الآن لأولت الأسرة النووية اللي فيها الأب والأم والأطفال إذن من اللي تولد هذا الفراغ في الأحيان اللي كيكون وهذه في الحالة محدودة اللي كيكون فيها كتكون في الزوجة كتعيش في نفس المدينة اللي فيها الأم ديلا أو أم أو الحماة ديلا هناك يمكن الأم إذا أبغت أنها كتقوم بد المهام ولكن أحيانا في بعض الحالات اللي كتكون الناس كيعيشوا في مدينة عيدة هناك يتملجوا إلى هالدائرة جديدة اللي هي لكخش نعم يعني هي دار الحضانة اللي فيها المساعدة اللي كتكون في الدار اللي كتتحول المساعدة كيكون فيها مشاكل لأن سيداواش غادي تقابل يعني المهام الخرى المنزلية دي النظافة والطبخ وكذا والعينة بالأطفال لأن العينة بالأطفال بوحدة كيخصة واحد نعم طيب نسمعوا القصص والظروف اللي خلت هذه الجدات هم اللي ربي وهذه الوليدات شكرا لك طيب ما نبدأ معك القصة ديك أنتي من نساء التعليم كنت في تحليم كنت في تحليم ولكن بس أنتي جدة كتباني بقى صغيرة على جدة جدة شحادي اللي الحفيد عنك عندي جوز باركت الله وكيف حتى انت لك أصرب بهالولد قبل قامنا ربي قبل ما يزود الأحفاد ديالي كنت أنا وقع لي واحد صدمة وقع لي يا ديال أنني وليت داخله في حالة كثير وصدفة كان عندي مشاكل عندك مشاكل ما عندي عشانا قبل أولاد لما عندك على قبل أولاد وصدفة أنني دخلت واحد لك خيش وليت مربيه في حالة لك خيش عيد خلت صدفة أنني عوّدت واحد لأستاذ إيه طلعش يامني جيت ما أخذيت لد ولا تشي حاجة لقيت راسين طحت ناس آك دك لكن عودي لنا لك نارد وستيف لك خيش مع الأطفال كيف داز؟ ما نقولش لك النبلولة كان صعيب نسمع الصباح كان صعيب هذا كي بكي هذا لأنه كان غادر يصار من ثلث شهور حتى العمين صباح حسيت بأنني بزاف عليا أطفال بزاف السعف ولكن بشوية بشوية بديت أنني بحالة كان حسب بأسي أنني نسيت مشاكيلي نسيت دكشي اللي كان عانيه بديت كان نسف وخاتها ما رأنا كان نسف هذه العذاب اللي أنا مدوزة مع الأطفال في العشية مني جيت الضار القطاسي أنني طحت بلا ما ناخد لد ولا تشي حاجة تيكون شو ما كنت نعسي تصغلي الدواء لما كنت نعسي الدواء فذلك النهار مع الأطفال نعسي بلدو أعالجوك دواءك كانوا هم العلاجي أنا فرحت وخاهم فيهم العذاب وفيهم مسئولية وفيهم تامر ولكن فرحت لأنني ماخد لدول لأنني بديت كانت تعالج من ذلك المرضي إذا أنا من ذلك النهار بحال هذا ميساج هذه رسالة يعني الخدمة ذلك مع الأطفال ممكن تنسيك بزاف الحال أنا كانوا مدوزة يالي كانوا مدوزة صغر كانوا مدوزة بحالهم ما بقيتش أنا اللي شدهم ولو هم اللي شديني ما بقيتش أنا اللي كان أعطيهم مثلا ذاك الحال ولو كان حسب أنا هم اللي كان يعطوني فرحة أنا اللي محتاجة لهذاك الأطفال جميل لقد رجعت هي المديرة لك خاش كنت تقلب على مربية فقلت لأنا اللي غنبقى هنا تعجبت وغتخلي القاسم الكبار وغتجبت لأنا بغيت هذا هذا هو من اللي بغيت وبقيت هكذاك حتى أقول لأ عندي أحفاد استعافي خدمت لك خاش ما كتكونش ما كيتها الله وشفاك ما كي ما كتكون فزعم ذاك المعاملة زوينة مع الناز يلا كخاش تمنيت باش نديرك خاش ولكن ما جابش الله مع الدور في المادية كلس حالي جوني الأحفاد دياني الأحفاد نهار لي جال حافيد راه فرحة خراءة يعني راه معلوم ما نوصف هاش معلوم الحافيد ما شي هو أعز الولد والد كما كيقولوا عادة حتى كتكون انتي يا يا ساليتي وحد 70% دي المسؤولية ما شي بحل من انتي كتولدي كين فرق ما بين تولديتي وما بين يجي عندك حافيق ولا ولدك كين فرق كانت فرحة خراءة يعني معلوم وكي كي باش حتى انتي تكلفتي بترمي هما خدامين الخدمة لانا كيف قال الأستاذ الخدمة اللي كتخليهم أنا وما يجيبهم عندك خدامين ممكن شي تديهم لك واخرية حاولي وكي تكون في المدينة وكي تقرب وكي تصبح انا في المدينة وما بعد سيقرب وكي تحضل الولدات وكي تجيبه وماماها وشي الخدمة وكي تقرب الخدمة ومعنا الخمسة ولا السولة على حسب خرجت من الخدمة ومعنا حتى لا شي حاجة لك وكي تحضل الليك مهنين ومهنين 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 وشاربين ومطمئن عليهم أمي كيف قلت لك النبلولا هما اللي يشديني لأنه هما اللي يخرجون من يدك الضحكة لدرجة أنا دي ما ما نتصورش رأسي أنا نيقالسة بلا طيفل بلا تشي حاجة الأطفال هما كيما كيقولوني عمى من عبدالله أكيد هما كانوا نعمى بالنسبة لي أنا هما خرجوني أنا من اكتئاب من اكتئاب والسادة من اكتئاب لأنك كانت عالجة أنا نفسيا أنا كنت عندي مشاكيل وظروف واصطدامات خلتني أنني دخلت في حالة دي بتئاب ما كان نخرج موالوغ هي كان بكي غا لاش تغيش في فيلم ولا شاء القطاع كتبكي كان بكي معها شي حالة بكي معها صافي ولي بقيت بحلوكاك وخا كانت تعالج ولكن ودو ما ونصحوني باش أنا نخرج من كان نخرج يالي هو السبب صدفة صدفة تلقتي العلاج ديالك في الدراء والسوار ومعنى لما جاءت بنتك زادت كاما معا فكحنا دبا مع الخدمة وكي وليدت شديهم ما قلت ليش لها هي ما كانت تجيب أمليا كانت بغاية ديهم لك خيش لأنني أنا بغاوني نسترح صراحة هي شي بغيت نقول لك أنا ولكن أنا مفضلش تتقول يا ممي مسكينا ضربة تامار علينا عاوة اللي نزيدوا له أولاد نارا بالزاف عليك تنتي تبغيت رتاحي تنتيرها بالله جالبا أنا راح تيهم هذوك الأطفال إذا أنتي بغاة أنا اللي مفرض عليك تحت مفرض عليك حيث منتك اختداد أنا شي لما لم يكن تكونش قاعدني دابدوهم أنا كان شي خيشات وكنتطوع وكنتش خيشات وكنتطوع كان شي نهار يومين نعم وخافة طيما شكرا ما ترجعون للقصة الجميلة ديلك لأم حجوبة حسن تي بنتك ورجل أخد دامين تي خليو الوليدات عندك ياك بنية وحدة ولا اش حال عندك عند جوج وليدات عند جوج وليدات عندها بنية وليد بنية وليد كي يجيوتي يخليوا البنت والولد عندك كان النفس مشكلة كتك معاهم أنا كبرت ولداتي عندها خمسة كبرتهم ومشيت نسمعها معي كرغبيت جيتها صغيرة وعندها البنت عندها الحساسية قلت لك ماما منقش خلي البنت في دار البيضاء جيتها معايا وقعت البنت عندي تيفلت تيفلت وقعت عندي البنت وربيتها حتى كبرت ولت عندها خمسة أعطتك البنت عليش أعطتك البنت بنيتها صغيرة البنية مريدة ما قدتش عجود دار بيضاء ما قدتش عجود دار بيضاء ومع هي كتشير خدمة ورجلها كتقلسة معهم أنا مني مرت البنت قلت لي غانت دي معي لها اي اجتها معي لضاري وكبرت هذه البنية لا وهي إذا ما تشوفش بنتها عدتها السبت والحد ولا تلع كتجي عند الجمعة والسبت والحد الكنين كتشي مع الصباح كلها سيمانا كلها سيمانا تجي شوف بنتها اه كتجي شوف بنتها والبنية والفاكن اما ارتاح البنت مني ارتاحت منهم ما قدش كتفكر فيها قاعد كتقوليني يعني البنت مع أمي بحل إمعي أنا كنتظر فيها بزاف هي كان فضل على ولداتي علاقاش ربيت بنتي يخص ربيتها بنت بنتي مني ربيتها دي كشاف تربيا ليدك حيث ساعة وثنين يربخ مثلا نفوصلة يجعش براك اهاكك وبقى عزعي وبقى إن شاء الله ربي ولاد ولادي إن شاء الله لابقى العمر ايه والله تجي جهد والصحة غير بلادي بسي عياسي يقول لا لا ما كان عياشي أنا ما عياسي اتبقى صغيرة انتي جدة صغيرة وحا ترتاح وحا بنتي وحا صغيرة زمو وحا وحا جوجنا صغر صافي مشات صافي كجي قيت أنا مربي دابا الولد عدو عامين والولد عدو خمس سنين اه كدك وهي من السبج مع السبس وحد عد تجي صافي عد تجي تجي يا وبابا هكي لقاو الولادات هشي لجري في العمل دابا اه هشي ولا كل شي دابا تلقاو غرانات كدك شي كلهم شدين ولاد كاين كاين لبعض يعني مضيق خاطر هكي لمرضة عندها عودتاني تطعص وهذا ما تقدرش تعيش دلالة شد الولادات هكي هكي ما سوولتك زي ما الانسان حيت تبارك الله فاش كان قولوا ربيتي خمسة الولاد راقلك تي تي كبر شباب وش كيقولوا لما عث كي يكبر شباب حتى تي شي شباب يعني ما طلعت يدي يقول خمسة حتى انت حكت مشير الولادة كل ولد كيد من العمر المرأة 4 سنة و 5 سنة الحمد شكرا هلشي باش قلت لك زي ما الواحد فاش كيوصل 61 سنت يبغى يرتاح لها كوك اللو أخ بقى عندنا الحمس أنا مقدرش ننبدي على ولادي أنا أعزز علي أولاد أولادي أولادي بقى بقى بنتك على ود الخدمة أولا بقى 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 بنتك مشت تعدب وقى لوليدة مع زي وين غير تعدب غير تعدب غير تمر تمر تنة معها وغير تكرف صلاحية لها وما تعاون هي وراجلها ونش ديتك لوليدات ولفتهم لبالوليد نساوني أنا فمه صافي صافي جي ولا ما تجي شها مشي مشكل لما عند مشكل وخات جي ما كمش شو يعني بحل عضيف إلا الدات ما يبقى في الحال لا تخوارك الدنيا لا نقدرش نقدرش نخلي أولادي علي لما قدرش إلا الدات هم نمش مع ها نعم وخال بقى نرجع نشوف التربية كيف كيف تفهم عليها حتى تخلاص الدومي ديالك تي قابلة هذه موربية قابلة هذه تقامل ومجي تقرر ومجي تجيب مع دونك تتعدي علاقة يومية مع المنيدات قبل كل شيء أنا كنبغي نوجه تحية كبيرة للقناة ميدي أنت وشخص الأستاذ نوهاد كنشك رب بزر بزر البرنامج الاجتماعية والبرنامج التي تقدم المشاهدين وأنا من جد المعجابات بك وكان نقدم تحية الجمهور تحية الجنود الخفاء اللي هما دائما مساكن صهرين وكيتعبو لأجل توصيل واحد الرسالة للمجتمع المغربي شكرا الله برك الله بك لأجلزك بإخر ثم أتشكرك وكنشكر الأستاذ كذلك أرجعوا بقابلة أنت غيرتكوني مع سبيطة بلك شيء كتالع لك أنا بالعكس أنا كنبغي لك نحب كجدة فهي تجربة رائعة جدا وأنا فخورة بأنني نكون جدة وأن الحفيدة ديالي يعني استردق كجربة معودة يعني أنا ولدت وأنا صغيرة يعني المشاغل الحياة العامل ذلك شي ما تتعقليش بعد مرة تتنسي التربية من تعاودي يجي ذلك الحفيد يلقاك في الأستاذ أنت داج أنت شوية تستميميزيتي وخديتي تجاري في الحياة وخديتي بزا في الحواج عادي تعيش مرحلة الأمومة ثانية تخضيها في واحد التي تقرأ جدا وكانت من أن أي واحد ما يحرمش لله أن يعيش هذا الإحساس لو لك السؤال الذي عندي أنا شخصيا لنكون جدا ما من قدر ربي يالله ربي بناس يالله ربي بناس زيما هذا المنطقة يفكر فيه بزاعة العيال لا بالعكس لا مشكلة أنت عبره راحة وعاوتني جدا وتربيه هذا الطفل أو السيد هذا الطفل يعني تكون يكتحبه وغلت بقى مشوش عليه إذا عطتوا لشي جابت شي مثلا شي وحدث قابله ومش الشي خيش يبقى طيما إنك إذا غيم من باب حب تشتنع يعني تشتنع لذلك الولد وحب في ذلك المولود أو ذلك البيض أو ذلك تخاف ومشي ونتك تتعيشوا في بلصة وحدة في مدينة وحدة مقاربين قرابين قرابين المسافة ماشي مامكرفش ومد بيناتكم لا مامكرفش 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 كنت جي مع الصباح تتعطيك الوليد وتمشي أه وتمشي مع الصباح كنت جي معي يعني في حكم العمل دياني ما عندي مش مشكيل ومشي معي العمل ومشي معي بنيتة نتي خدامة وبنتك خدامة اه مع ذلك كنت نشت لها وانا وانا فرحانة الصراحة يعني تبنتي عزيزالي كذلك الحفيدة نحاول أنت نعاونهم نعاونهم في دبا بنتك كذر بيغي سبت وحد اه سبت وحد اه وهذا البنية الثنين الجمعة مع جدها وسبت وحد مع ماماها وباباها والثنين الجمعة كتكون في الشاف طلبة ديالها مجابي ايوه سبت وحد كنت خليهم شوية يدبطوا شوية الأمور انت تخفيوا ميزة يروا شوية شوك لك فاطمة ما زل تذكروا على التربية المشروكة دي براهي يعني انتوما تربيوا الثنين الجمعة وسبت وحد كيت تربيوا بشكل وحد آخر نبل بنات الصغارات وانتوما يعني كين فرق ديال السين كين أجيال كين ديبط سير على الأجيال انتوما تربيوا بوحد شكل هم غير بوحد شكل وشي تذكروا عليه من بعد سي دكتور مونديب اذا نهضروا على التربية المشروكة هذا الظاهرة عندنا الأسبب ديالها او ما بين سننا المرأة خارج ولكن اكيد ستكون عندها واحد النتائج ممكن تكون إيجابية ممكن تسير بي نهضروا على أكيد أولا نشرحوا لماذا هذه الحالات اللي انتي ملقيتش ذاتك فيهم يعني وأنه كيفاش ملقيتش ذاتك يعني يعني انتي أنا مرد بحد والا هاته اللي بيك مرد بمناسب واش جميع النساء والجميع النساء من اللي كيوصلوا المرتبة ديالجدات كتكون عندهم هاد الاستعداد أنهم يعاود يربيهم من جديد سؤال هو واش مضطرين مكرهين تماما ولا بغوا كيف الفرق هذا هو اللي كين هو الحالة بثلاثة كتتنم عن وجود شيك نسميه الشغف الباسيون هو أن هذة العيلة بثلاثة هما كيبغيو يعني التربية هي ممكن تكون مهمة كي أدى الإنسان بعض المرات بحل إنكورف شحاجة اللي مفرضة عليك وخصك تديرها بحكم الواجب ولكن كين الناس خرين كين عيلة خرين اللي هما كيبغيو هاتم سألها ألغم اللي كي مرسوها كيقوفها واحد المتعة داخلية بثلن في الحالة الأولى مع السيدة فاطمة بالعكس يعني كانت هي واحد السبب من الأسباب اللي خلتها تستعيد توازنها نفسي لأنها القترسة بأنها كتصلح لشي حاجة وكتأدي واحد العمل اللي هي كتبغيه فلقت في واحد المتعة كتر من بغض النظار على هل هناك من يعني انقراتيفيكاسيون فلوس ولا اعتراف ولا أي شي دوق هنا ثلاثة الحالات اللي فيها الشغف ثلاثة النساء اللي موخا وما جدت مازال صغيرات جدت شابت شابت وكلهم عندهم هات الشغف هاد الحلب ديال تربية وهذا هذا مسألة من كلاش القوة عند كل شي كي لله كي اللي كي تعمل مع التربية فقط على أنها مهمة فرضها علي المجتمع سافيكملتها ديبا شباسها وتخشوز ديبا نديرش حاجة أخرى عادي نتمتاع عادي ندير نصافر إلى غير دالك كين هاد النساء هادو اللهم اللي لقاوا المتعة ديالهم وأنه تعطاتهم الفرصة باش يكونوا أمهات وموربيات من جديد فمخلاواش لدرجة أن السيدة الأولى يعني السيدة فاطمة أنها مش هتكتدير العمل تطوعي باش تكون قريبة من أطفال باش تربي باش أنها تؤدي هذه المهمة اللي هي كتبغيها بغض النظر على شنو غادي يكون مراهة نعم طيب شكرا لك دكتور موندي بلاحظة مشاهدينا ناخدوا فاصل إعلاني ونرجعوا نكملوا قصة في نفس فاطمة نكملوا القصة مع بنتك وبنت بنتك نعم نهضوذة بعدك تربيات هي من الاثنين الجمعة وتربيات هي السبت وحد كين الفرق؟ دبه هما كيبقوا عندك الوليدات من الاثنين الجمعة كيديوهم وديديهم السبت وحد انتي شنو كتربي شنو تديري من الاثنين الجمعة في علاقتك مع هذه الأطفال يعني انتي كتربيهم بطريقتك 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 يعني شي كين ما ربيتي بنتك تتربيها بنيسبة لي أنا والسادة قبل من كيف الطريق أنا كنا أخذ دفورماسيو يعني مشي غا انتي خلاص مربية اه مشي غير غي جيت وبدأت كان ربي حيث تربيت وحفادي مشي تربيت ولادي اذا وعي انتي ناشي وعي ان الجيل مشي بحال الجيل ايو مشي قديت الجيل مشي بحال الجيل نكمل كيف قالت الأستاذة هل الوقت فسولدنا احنا مني كتولدي انتي كتكون معاك المسئولية عندك الولاد وعندك المسئولية ما كتعطيهمش ما كتعطيش لولاد قاعدك ما كتعطي الحفاظ ديالك كتكون عندك ولاد وانتي مسئولية عندك الخدمة عندك خيف عليهم مهم هالزامية في المياه ديال مسئولية ودابة بنسبة لأحفاد كتكون انتي انضجتي ونزلت عليك العبء وذلك الحمل اللي كان ما عندك لا خوف لوالو يعني كتربي وانتي مرتاح وانتي متمكنة من عزائد على هاد اسمي سود العمل تدريب يعني كل عام ضرور عمر مجلسة فاطمة مثلا نسيبك مثلا انتي شو بنتو لا مثلا شي هدراتي وكاد تشيط مجتمع التربية ديال موك هي هاد التربية ديال هاد رامتا نقول شفر الناس كتقول لأ موك فهذا شو البنت تتاكل شو البنت كيف اش كتلعب شوف البنت كي وتي انتاقدوا ذلك التربية اللي لو استاذ احنا تكيف ربيتهم هما تكيف ربيت ولادي هما بديت ربيتهم هاد التربية اللي بغين هما هاد هاد تربية هما هاد 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 جيل تفقت تدري مع فرنسية حيث ما بغين ولاد هاد فرنسية تفقت ديال بنت كونسي بك لأ أولاج هكذا هما عارفين عندي عندي سكوين هو محدود انك انت هي جدة قارية وعية مربية بقى صغيرة اراد المشكل لما يكون مثلا فلوضعية ديال بنت كولدك لخدامين واحد لأم اللي مثلا بقى تتربي بك شكل تقليدي مثلا انا مربية بشكل تقليدي كولي محيل ما بالأصالة والمعصالة لا لانا بديت بالأصالة بديت مع الجدة بمتاع انا لقدر نكون كنت في المعاصرة في الأصالة بلولد بالنسبة الحفاظ يعني بدينا معهم ديك التربية دي الأصالة كيف المعاصرة كيف قال الأستاذة بدينا كنت صمت راديوات كنت صمت اللي كوت شاشنو كي يقول كيف تربي الوليد كيف تربي البنية كيف شعب لي أنا لا أريد أنت أنا أريد أنت أريد أنت كيف تربي أنت كانت تهز ولد بنتها وكانت تعزي به وكانت تعزي به وكانت تعزي به وكانت أول في العشية وكانت مخد الأب قال أنت وكانت أنت أريد أنت مخد وكانت إن أن تتخدم أن أريد أن 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 تربي أن تربي أن تربي أن تربي أن يتحب أن نحن لصنع محب محب لن يتصنع لا 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 أستطيع من أن أم لا أم يتعلم أم نفس المحبة كانت فشيتي بزل؟ هو مشي فشوش ما كان فشش تربية عادية عادية ذاك الفشوش وذاك ضبط وقت ضبط الفشوش وقت الفشوش تعناق وقت تعناق لا نقوع عن نقوع عن لا أجيل لا ما ديريش هذه لا كل حاجة عندها كل شيء بالقادي ما كان شيء حاجة نحضروا على هذا القادي يا فاطمة الولاد ممكن يكون ويضيعوا في المجتمع لما بين تربية تقليدية اللي يعطوها الجدات هذه السيدات محدودات أنهم عارفين ما يدرون ولكن في مجتمعنا كان الولاد اللي ضيعوا المبين جدات تقليدية وأم جديدة بأسلوب تربية جديدة هذه التلفة اللي ممكن يكونوا يعيشوا على الأطفال نظروا على هذا نحن هذا بحالة خاصة مش حالة عامة يعني احنا أمام جدات عصريات متعلمات واب ديت يعني المعلومات ديره محول التربية محينة يعني كي سمعوا كي سمعوا ولكن ربما هذه حالة مش حالة تمتيلية ما كتمتلش شحال من نسبة هذه الأمهات أو الجدات المغربيات اللي كيقوموا بتربية أطفال أبنائهم شحال فيهم ما كنظن شكنظن هذه عينة مش تمتيلية فهنا في هذه الحالة هذه تلقى كلها إيجابية بالعكس يعني وضعية متالية جدا ولكن في الحالات اللي شرتي لها بعض المرات كيكون واحد الفرق كبير ما بين الجدة ما بين الأم الأم مثلا كتكون متعلمة حاصلة شهادة عليا في حين أن الأم كتكون بحال أمها هاتنا جميعا كتكون أمرة أمة يعني سيدة ما تحتلاش فرصة أنها تتعلم قد تعيش في واحد الوسط اللي هو مغلق إلى غير ذلك هنا كيكون واحد كتكون واحد الهوة أي أن الطفل كي تربع حسب القيم ديال جدته أحيانا حتى اللغة حتى الأدراء اللغة الكلمات حتى النطق اللقصة في بعض الحالات كتكون الجدة تلح على أنها هي تسمي الحفيظة ديالها وتعطيها اسمية ديال الأم ديالها فكان يقول لي كيقول لي هذا الوليد والدك البنية كيحمل واحد الاسم قديم جدا في الوسط دياله والمدراسي والوسط اللعب كيقول لي وما كده حكو له لأنه كيحمل واحد الاسم قديم هذا مثال هذا مثال من بزرط المشاكين اللي كتوقع في حين ربما هذا الاسم كان في الزمن دياله وكان شي حاجة ولكن دياله ما بقاش عنده ما بقاش عنده نفس المعنى ما بقاش عنده نفس القيمة الجمالية نعم فهنا هناك هذا نوع من المشكلة اللي كيقدر يكون كينتج على هاد التفاوت ما بي في التربية ما بي الأجيال نعم طيب نجاجون كملوا مع محجوبة نهدروا على التربية ديال كيفاش انت كتربي هادك البنية ما دي فيمتهم مشكلة بنت ربيتهم مزيان كيما ربيت ولدتي ربيتهم تهم كيما ربيت ولدتك تتربيهم أطربيهم تهم بحال بحال وما عز كندير لهم تربية ديال اللي ولد اليوم كيف ديرت تربية ديال اليوم اليوم ما فيها مشكل كيت الولد كيت فش شوي على والدي هم كيبغي ون كيبغي ون كيبغي كنت تربية شي شوية وتغوتي وذا دبان ولد اليوم ما بقاش دكش ولدي ما عمر ضربتهم أنا كندرهم عينيها بها درها بالفم بالفم اهه مغرقت معهم تصعوبة تابا ولد ولادي ابنتين هما ما عندهم تصعوبة معاني بحال بحال كيما ربيتهم ولدي كيما ربيت ولاد بنتين ما لقتمهم حتى مشكل ما عنداتهم مشكل وخا كتجي كي يطلقوا بهذيك السبتو الحد كيمشي ويلعبوا معها وإني كتلقاني هذيك الشي اللي بغت فيهم كتلقى دير عم عمر ما قدتك الوليدة عمر ما تقاش دير حاجة بعد بلاني ما يبقاش هالشي كي يدار لانتي كاس بغي تبخري يتقل كمين ما يبقاش هالشي هذا اختلاف بنات اليوم ما يبخروا ما يقمطوا ما يديروا تحجم ناشي نحنا عدنا هذك شي عادل نحنا عدنا هذك شي عادل عادل أنا عالي قولي هكا تقول لي هذك شي يا ماما هو هذك يا معافوال وقد قولي هذك شي ولي درتين هو هذك صافي كيما ربيت وعجبها يتوحشوا مهم حيث راملتني تلجمعهم يشوفوا مهم اللي حسن حيث حلوا عينهم فيها أنا ركت كتلوا مشيت معاها راموشكي له هذي عوثاني لا مشيت معاها اللولة فاشغة دخلي عند عامين دخلتها الروض كتلقاها في تكرفس هكا في الحضان وذاك شي تقول لكم لا ماما ركي ضربوها ما هي حمقاش وعلى وليدتها كتقول أنا كعالناس كيقول وليدتهم بكم مركة كرفس في الروض كي ضربوها وهذا قلت لي هنالقى وخانا معاها في البيت جتها معايا منهم ارضتك شي جتها معايا تلقى الراحة اللي لقات عندي مكنش تلقى عندها يفضى كتلقى يمهن يمنع يومي تسدي السبتوح لم تيبقاش يقول لا بيتمشي عند ممي لا يبقاش عاوسي يبكي عليك لا يبكي عليها يبكي عليها تقول يولفوني أنا ويتجي منهم بحلق أختهم يومي بهم هكا كيعجبون وليك وليك ومشكل هذا ويتجي منهم بحلق أختهم يعني يعني إذا لم تيبكي لها هذا بيسبلنا هو المشكل اللي لم تيبكي وش عليها يعني وخاكا تجي كيمشي معها عارفها عندها عارفهم هو عارفها بابا بابا ماما كيديهم يتسروا بهم يخرجوا من الخادقة هكا ويتسروا بهم ويني معلمتهم مشكل عادي بحل معي بحل معهمهم عندهم حتى مشكل بحاجة يشكي ومني شي حاجة ولا هكا معلمتهم مشكل بحلقين معهم بحلقين معي أنا كيدي عارفهم باباهم ومامهم يرهم عارفهم تقولوا فكاش بابا غادي يتجي ينهارا بنتي لتنين هذي يتجي ولنهاردك ويفل يتجي صافير اليوم هما مساكن علشان قلت لك بحل أخوت بمهاك كنيت معنمت مشكلهما معا ولفوني أنا وخامشة وخا قلص يبغي يسجد يبوسوا يقول لابا صافي يبوسوا يقول لسير الله عاونك صافي صاخي صافي مولفينك 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 مقاينتية صافي أنا ما تفرقنيش وخين مشي غير فيما مشيت غير معصباح نسجد نجيل هنا كنت تقول لك لا تعطليش علينا المهم أنا بريد والأموخة تعطل ماشي مشكلة عادي عادي وخا تعطل أموخة تعطل باباهم وخي خرجوا وخاهم وكي شدوا العيل أنا في الجنابي صافي غادي معي يجين ما منعاس وخا تكون أموهم وخي يقومهم ينعسوا معي أنا نعم بالضبط هذه النقطة دكتور موندي هي هاد هاد الجدات ايه تعمروا الفراغ كبير في النفسية والحتياجات العاطفية ديال الطفل ولكن وش ما سيخلقش مشكل لما تولي ماماهم حلقتهم زي ده نقصة يعني الفراغ ديال الأم الحقيقية هنا نظرو على هاد نفسيا زي ما المصلحة ديال الطفل فين كاينه بالفعل يعني كان جانب إيجابي هاد القضية ديال أنك تعطي ولدك الأم ديالك أو تعطي الجداته من بابا عنده إيجابيات وعنده سلبيت إيجابيات دياله وأنك أنت كأب ولا كأم كتكون مطمئن لأنه كينه واحد العلاقة قاربية ما بين ديال الطفل وما بين الإنسان المرأة اللي غادي تكلف به كتكون مطمئن هاني ما يقع الوات احتى شي حاجة على الأقل من باب القصدي يعني من باب يعني أنشي وحد يدروه بشكل قصدي ولكن كينه بعض الأشياء اللي ما غدهر كان غدهر من بعد عشرين عام وثلاثين عام كتعرفي أنه نظريات دبا في عدم النفس كلها كتتكلم على أن شخصية الطفل كتكون في الخمس سنين الأولى ومن بعد كي صعب أنك تغير لماذا؟ لأن الطفل من اللي كيكون صغير كيكون بحال واحد العجين وأي حاجة كتدير فقه هذيك الأفكار وهذيك القيم وهذيك العادات والتقاليد اللي كنحطوها كتولي واحد الأشكال كنوضعوها في ذاك العجين كي ما وضعناها ما حده هو كيكبر وهذيك الأشكال تتصلب كتقصح كيوصل واحد الوقت كتصعب أنك تحيي ذا بعض المرات أن الإنسان ما كيكونش واعي بها أساسا نعم هنا كتقدر تكون بعض المشاك كيما أن الإنسان كيقرصوا أنه كيحمل واحد القيم أعطي مثال مثلا قضية توزيع العمل بين الجنسين يعني العمل المنزلي تقليديا أن الولد لا يريد أن يغسل المعن لا يريد أن يطيب لا يريد أن يجفف لا يريد أن يصب هذه كانت قيم واحد الوقت وكان عيب وحشومة على أن الولد يوصل إلى واحد الوقت يقيس هذه المسائلة هي حاجة التي تنقص من الرجول هذه من القناعات هذه درس خان تصلب كانت لابن لا لابدت اليوم بالعاكس الولد يريد أن يريد أن يطيب ويصب كيقدر مشي تزوج غير لمجرد أنه يخص من يطيب لي ويصب لي وكذا علاش لأن الزواج مشي ممكنش نختاز له في هذه المسائلة هذه بل أنه كيقدر يلبي حاجياته الضرورية والملحة والآنية وكيعطي لزواج شيء آخر نعم إذن مثلا هذا كيقدر يكون مثلا من الإنعكاسات السلبية على أن الطفل إلى تربع مع جدته لأنها كتقدر مشي دائما مشي دائما لحالة قدامنا كتبت العكس مشي دائما يقدر بعض المرات أن ننطلقه في جدة شابة ومتعلمة أو ذكية كتعرف كيفاش أنها تجدد أساليب تربية ولكن هذه الحالات هذه مشي دائما كتوقع في الحالات التقليدية هذا النوع الجديد ما كيوقعش وبالتالي كتلقى الجدة أنها كترسق واحد القيام اللي ما بقاش مقبولة داخل أصبحت متجاوزة نحن اللي ممكن يخلق مشكلة هذه مناسبة باش ننبه الأوصل أنه ينتبه هي المسألة ممكنة ولكن تبقى مشروطة مشروطة مشي غير مشروطة واخا واخا نمشي عند فاطيبان نكملوا معك القيصة دي فعلقتك مع بنيتك يمكن بنتك محدودة أكثر أكثر من بنت محجوبة حتى بنت محجوبة هتمشي تبقى الجمعة أو سبت وحد المنشي هم في العشية يجيون يدوا بنيتهم يمشي القناعات والقييم التي تزرع فالبنية من صباح للعشية يعني كنحاول نقسم لها نهار ديالها في اللعب في مثلا ساعة ديالفراجة فراجة الماكلة ماكلة الساعة ديالخرج كنخرجها ولكن كنعلمها مثلا أنها ما تكذبش ما تهيش الحاجة بلا ما تقولها ليا ما تتحاول أنها ما تكذبش ما تتقولي يديري هكذا لا لا لأنها كتكون صاري ما كتر مني أنا شوية كنرش وخاف كنخلي شوية تلفش كنخلي مثلا عرفت أنا كتع جبال حنا كنقول لأفوال ومدير شي يقبعها مع شي نحاول أني نجد بهالي ما شي بالعلف ولكني بالخاطر يعني كي تلفو ما بين شي في الشي مزير بيش طلق اللعب وماما تزيرني بعد المرات كتفضل أنها تجيعدنا بزيف على أنها تجيعدك حريا كتلقى شوية الحريا شوية هذه مدربو عاش ما تبسو عاش ما تديرو ش بها دونك نا كتفضل شوية حاجة سلبي عليها يعني هي من الأفضل نحص يضرب شي ما يضرب شي هذا شي هو شي 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 يضيع بين جوج ديال كي تشتت هنا نحاول أننا ندير واحد شوية التوازن فأنتي مع دبا هي دبا من يغدير سيزا ما غاد تمشي دبا تمشي لدرهم المماء وبابا ما بقى لها بززا عندي غير في العطلة مثلا ستت لد حد وديك سعش غير انت عندي ابنية وحدة عندي ابنية أخرى تكون أخرى ولدت إن شاء الله إن شاء الله هي حاملة ستولد دعوت وصافي إذا لقدك شفاقي أخي طويل كنت واحد مرة قرأت واحد لما قال في دراسة أمريكية أن الناس الكبار يريد أكثر شباب يربي أولاد أولادهم يرجعون صغار يرجعون يتحركوا يرجعون يهضروا تتولي 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 قدك قده لقد تلعب مع الطفلة تتولي أنت الطيفل يعني تخصك تهبط عنده لا تتولي أنت الطيفل معه يعني يشدون بإنسان هذا ما شبكت محاوضي لكم الحمد لله شكرا كما قلت إذا كانت مسألة هي مسألة مشي مفتوحة يمسألة مشروطة إذا كان أمهات قريات ومتعلمات وذكيات وكيعرفوا بأنه ركين واحد تفاوت وكما ورد في قول للفاطمة أنه ندج أنه تعرف بالعكس أنه عنده معرفة أخرى أنه تتدير في التربية وهي متأكدة بأنه يعني هي لمسات لا فيها خطأ بالعكس في هذه الحواجة لا يوجد مشكل ولكن كيف يبقى الوضع الصحي والطبيعي هو أن الطفل يعيش مع والدي وأن والديهم هم الذين يربيهم وهم الذين يتحملهم مسؤولة تربيتهم لأن النتيجة هذه التربية لا يستطيع أن تبان ذلك ستبان إنسان الذي سيكبر عاد يتبان ما تفعله في التربية إذا كانت مزيانا ما تتعطي إذا كان في خلل ما تتعطي إذا كنت أنت اللي درتي اختيارات في التربية يعني كتتحمل مسؤولتها إذا ما كنت إش درتها أو ما كنت إش واعي بها كتقدر تبقى تلقي اللوم على الآخرين إذا كانت أعطيت ولدي ولبنتي سيستاء وفاغ ما كنت غير ندير كذا هنا ممكن ولكن أيضا نبقى نسبي كيمكن لهذا الوضع يكون صحي إذا كان أن الأم كترقب يعني ولبلها بأن تربية دي لها وتصورتها في التربية وما بين تصورت الوالدة دي لها يمكن نبقها وتكون أيضا الأم عند هذه الفليكسبلية عند هذه المورونة أي أن تفهم بأن الوقت تغير وأن القيام تغيرت وأن الأساليب تغيرت لأن ما معنى التربية التربية هو أن نوجد هذا التفل لكي نتلقوه في المجتمع نعم نحن نعطيه الأسلحة الحقيقية يحتاج نعطيه الأفكار الحقيقية اللي ستعامل مع الب khác لأن هؤلاء مت fatigue كبار ستتعامل مع رؤساء ستعامل ستعامل مع أصدقاء ستعامل ستعامل مع الجيران مع ملحانون هذا العدد دي الأشياء إذن يحتاج أيضا الأسلحة والأداوات الحقيقية اللي ستنفع لا يتيش ما مبقinct جريبي الطيب ندزق مشاهدينا ستقبلوا عايشة الحال الرابعة في قصة الناس اليوم كتعيش هي والدها في نفس الدار وهي اللي كتربي ناخدها بعد الفصل أنا عايشة مرحبا بك وعلى بنتي شكرا الله يبالك فيك أنت لي كتربي نتيجدك أتربي بنيت ولدك إياها بنتي كان يعيش معي هو مرتو ومرتو خداما هو خدام وديك الدرية منهار تزادت أنا اللي ربيتها أنت عايشة معهم بعدما عايشين معايا عايشين معاك إذا نحدودين أنهم ماشي أنت في بلاد وهما في بلاد وغير يمقوا ذيك البنيات ومشي وتجي بيناتكم لا هذه البنت سبارك الله هم تزادت ومنهار تزادت ودري ويشوف إن وحطيتها تقول شي طربية عندها وش غا نقول تربيتها سهلة بعدها سهلة مشي صعيبة ما صعيباش وعزيزة علية بزاف وقاها ما تبعت هي الفيدة الوحيدة اللي عندك هي اللي عندي عندك ولد واحد لا عندي ثلاثة هذالولاد هو والدي شوما لا بقي بقي إلا هو اللي مجوجه والد آك داك هذا البكر هذا الفيد الأول آيا دارتي يكون عنده قيمة هذا في الأسرة ياك وحمد الله ما عندنا درية صغيرة إلا هي لقول شي فرحان بها عمامها عمتها وكل شي كي يحمق عليها لي ولا كيهزها كي يحمقوا عليها الدرية ما كتخسن فيش أنتي وعروسك في التربية تقولك مثلا أنا خالتي ما قسك يشدري لها لا عندها بكت حطالية وتتهنى منها قاع ما تفكرهاش هنيتها فيها هنيتها فيها وكتعرفيني أنا كانت تعارق معها هي على بنتها ما كان بغيش تضربها ولا تنهض فيها علاش ما كان بغيش تضربها حيث بقى صغيرة ما لاحقاش ذاك السين بيضرب مشي على الدرب ستبغيش اللوم هي تربي معك لا تربيها غير ما تضربهاش لا تضرب ما خساش تضربها آه يتربيها وما تنهض ولا كل شي بشوية بشوية نقول لها بقي ما حرفاش ذاك شو أخضر بي علي ذاك الحاجة هي اللي غدير نيت يعني انتي فشها كتر لا ما انفشاش بطبارك الله يا ما انفشاش ذاك الذرية قلت لها قلت لا تفشها من فشها من فشها من انك تبقي تردي عليها وخدير شي حاجة أجلين انك تخبع عن ذاك انتها تخبع عن ذاك من مهوبها آه ياك وخدبا يغيبوا عليها اللي غابوا ما تبكي عليهم ما تفكرهم منين يجيب رعب معزيتهم عزيزين علي والدها واني مني كتلقاني أنا كتنساهو كيحطوها ليتهم وكينساوها منت يجيب كي يعزوها ويزوها ودخش مهنين عليها حمدول الله انت يا كنتي أصلا انت قابلة أنك تربي انت باعة تربيها واش لما ربيت بنت ولدياش غربي من غيرها رعب معزيت ولدي بحالهم بحال بنتهم وبنتهم عزيز من نهوة أنا تكون يعيتي بتربية أنا معمرين عييانا بقي ربي لهذو اللي زاد وان شاء الله لاتجوجو ربي لهم أولادهم هي يا بنتي لش مربيش لهم لش مربيش لهم أولادهم واذا تكونوا بسؤوليتهم كل واحد يدي بنتهولا وولدو يدي عليك خاشد واما بالفرحة عليا منين يكونوا الأحفاظ ضايرين فييا وش يشدفن هنا وش من هنا وش من هنا وش من فرحة عليا ونكون فسطهم أنا شي لعب من هنا شي قولك الزينيانا شي تتطبق شي معا شي وولدات مثلا عروس كدت بنتها المعقر يبقى فيها الحال يبقى فيها الحال كعزازو عليا للدراري ولدولادي انتي مرسي ولدولادك وهم ما ما يدوش ولدو يدي وتشوفهم ويقل سمعاتها هي ويجي ويجيبها ليها مش تخليها لها حاك مش تخليها لاماها وسيعة تقول كرانتها الماما تطبيها ليها تاماماها كتبغيها تاماماها هيك تحمق عليها عزي مردات بارك الله الحفاظ شي قاع بناته والدي ويني هاد البنت بنت عروستي أنا عزيزة عليها بزافحة مها دريقوشة عروسك عروستي دريقوشة عزيزة عليها وليدها ويحبوا ليها بنت ساعتها من ولاد بنتها الخري ايه ما سبارك الله وقالسين هما يحمقوا عليها كيقول اجيبها من تبغيت دوتان قول الله جدوها لي بغيت دوتاني تشوفها يلا شافوها يقولك خليني نديها عشكا خالتي خليني نديها تشوفها كش لي اما كان كنت انسخانا متبعتش مني كيحيدوها ليصحا من رب الله ويمسكين لحطوها هذهك بلاسة ما تفكرهو مش وانت من الخرين بقى العمر عايشة بنتي تاولده والخرين تعنيهم ربيوا ليهم هم هذا ما التربية سهلة لها الدرسة سهلة ولكن هذه الطريقة مش تضري معي الحجة يعني انتي ستكلفي بكل شي والوالدين اللي ولدهم هنين الحمد لله واش هي بزيانة هذه القضية ولا خيبة لا رحمد لله عليك انتيا لأنك انتيا تتقومي بالمسؤولية كاملة ولكن هما الام والاب فينا هو الدور ديالهم هنا ماشي غي هنتي هم انتيا وزادوا لا ما كيزيدوش اه مهني اغفت تربية بعمل مناسبات الخدمة هي تي بقى صغيرة ميخصش تحت فالروض تكرفس اللهم اربها نهار طالعين كنا لكم صورة خيبة عندنا على الروض لا حيط الروض منتي يجيبو البنات يقولون مقابلوا الدراري ركي كرفسوه صراحة اللهم انتي تقريبتك اللهم انت يطربوا الدراتي يحرفوش كون ضربهمش كون درهم الخير من العارة هذي بقونشي الروض ماتي كون در يصغيرون تزوتو الأم تماركي تكرفس هذي كنت زوتو الأم هذي مالسلسة ومع الأسف ماشي كنت تسربيت تقولوا كنت زوت وش غادي تدلليها بنتي التربية ديال كنسي مري غادي تحطي بنتكس مو غادي تلقيت تربية ديال بحال ديال الوالدين ولا بحال ديال اباها امها ولا بحال ديال جداتها هي اللي تحت فالروض واخا مني كنت جي عروس كل ولد في العشية كنت بشي ليهم كنت ترتاح انتيا كنت بشي تتنعس معهم خلا مع وليدها تتقن مع وليدها تيهزوها تيخرجوها تيشرو لها شي حاجة لا بغاتها كي يلعب بها اباها تلعب بها امها تساعد يمشيو الخدمة مازيوز ما تبكي عليهم ولا شي حاجة لا بحال كينين هما بحال كينة انا نعم وخال الله شكرا لك العائشة اللي تجري بلي عاوتي طبعا هالشي اللي غا نقش هو لما هاد في المجتمع ديال هاد اوصل هاد العيالات ورجالي كي يخرجوا الخدمة كيلقى الامها هاد جدات بحال هاد السيدة تفاضيلات كيربليو هاد الولاد ولكن تيبلي انهو تنسمعو تيت هناو يمشيو يخدمو جاو ما جاوش هو هاداك الولاد ما عنده مش مشكل ولكن هنا كين المشكل كين المشكل لانا كين واحد نوع ديال تنينة مشو نخدمو خدمتنا والولاد را كين ربيهم مواتنا كين المشكل هنا هاد الظاهرة كي ناكي باش تدبير هاد الظاهرة بنسبة للأوصل اللي كي يسمعونا لان باش ما نكونوش كنديرو التربية المشروكة باش ما يكونش هاد الولد مشتت نفسيا وعاطفيا ما بين جدا وما بين موبة وعلى كل حال هاد هاد الحالة حالة خاصة لانا ربعا ديال الجدات شابات وجميلات تكونوا تعلمات وذكيات خوفي تب كيف تكوني جدا احتصورة الجدا هذا في الحقيقة أنا كعالم الجماعة سفت لانا احتصورة الجدا اللي كانت عنا في المخيال الجماعي تغيرت يعني الجدا اللي كان صوروها لا في الهندام ديالها لا في طريقة اللي بزيالها لا في لغتها لا في شكل ديال خارجي تغيرت وهذا كيأكد بأن الحقائق الجماعية ركت تبدل كتغير بشي كتبقى ركت تبقى تغير في الأدهان ديالنا ولهذا دائما احنا كعلماء الجماعة كنرجعوا الواقع باش نعرفوا شنو اللي تغير وشنو اللي يبقى ركت اللي كان هو كين أن ربعات سيدات شغوفات بالتربية هذه حالة خاصة مش حالة عامة غلقوا وإلى أخدنا ربعات سيدات غلقوا من لا سيدات اللي يقول لك أنا أديت الواجب ديالي ده ما بغيت نرتاح بغيت نديح ويشقرها وهدو كيعيشوا في المجتمع وهدو كيعيشوا في المجتمع وهدو مش حسن من هدو وهدو مش حسن من هدو هدو مختلفين هدو هي اختيارات واختلاف ما فيش تفاوت ما فيش واحد حسن موحد ولكن هذه العملية هذه كتبقا مقبولة ولكن خصت تكون مشروطة خصت يكون واحد المراقبة ديل أو تأطير ديل الأم من باب التأطير الجيلي لا أقل ولا أكتر واش هذك الوليد كي ياخد القيم ديل الجيل ديله واش أنف هذك التربية ديله مغي ياخد شي حاجة لي أصبحت متجاوزة مش خيبة لسحمة سمح الله ما كيش حاجة خيبة غير كتكون متجاوزة هنا إلا كان تأطير واحد المتابعة كنضم مكيش مكيش طيب شكرا بزف دكتور عبدالغني شكرا لكم لحضور الكريم للعائشة تبارك الله عليك شكرا لك شكرا لك شكرا لك فاطمة شكرا فاطمة شكرا لكم بزف هذه الجدات الآن يقاتل الشبات شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم مشاهدنا اللي تبعتونا في هذه الحلقة أنا اللي كان ربي حفيدي كان هذا وموضوعنا اليوم في قصة الناس تلاقاه نهر وحدة أخر مع كيسة وحدة أخر باقي في الناس بزف ما يتاوت بسلام عليكم شكرا لكم